بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ مرحبا بكم جميعا في درس جديد لمادة التربية الإسلامية اليوم إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع تلميذ السنة الأولى بكالوريا في مدخل الاقتداء في درس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقبل أن ندخل أو نلجأ إلى مدرسة هذا الدرس وتحليل محاوره كما ورد في الإطار المرجعي سنحاول ربطه بما سبق من محطات وقد مرنا قبل هدا عزيزي المتعلم من درسين أساسيين الدرس الأول متعلق بالشطر القرآني والدرس الثاني متعلق بدرس الإيمان وعمارة الأرض وقد حاولنا في المحطة الأولى أي في مدرسة الشطر الخامس من سورة يوسف حاولنا بلورة القضية الأساسية المحورية المؤطرة للمقطع القرآني والمهمنة والمؤطرة لكل المعارف والقضايا والمفاهيم والقيم المتداولة في المداخل وقد خلصنا في هذا الدرس إلى أن القضية المركزية هي أن الإيمان بالله تعالى أساس عمارة الأرض وتحقق السعادة في الحياة الدنيا والآخرة كما توقفنا في درس الإيمان وعمارة الأرض على حقيقة أساسية أو فكرة أساس هي أن الإيمان هو أساس عمارة الأرض بالخير والصلاح ورأينا كذلك في الدرس أن من أبرز مظاهر وتجليات عمارة الأرض أن نعمل على بناء وسرة صالحة مستقرة لكي نسهم في عمارة الأرض والسؤال الذي يمكن أن نطرحه جميعا ويمكن أن تطرحوه أعزائي المتعلمين ما هو المنهج الأسلم لبناء أسرة والحفاظ على تماسكها والسقرارها ضمانا لبناء مجتمع صالح إذا أردنا أن نبني مجتمع صالحا يساهم في عمارة الأرض فلا بد أن نعمل على بناء أسرة مستقرة صالحة والسؤال يبقى دائما ما المنهج ما الطريقة المناسبة والأسلم والنموذجية لبناء هذه الأسرة وهذا ما سنحاول الجواب عنه إن شاء الله تعالى من خلال هذا الدرس وسنتدرس هذا الدرس من خلال محاولة ثلاثة وردت في الإطار المرجعي المحور الأول ومحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان المحور الثاني سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل بيته أما المحور الثالث فسنتطرق فيه إلى تجلي إيمان المؤمن وقيمه التي تتجلى وتظهر لنا في حسن معاملة إنساني لأهل بيته في البداية سنتطرق إن شاء الله تعالى للمحور الأول وسنتناوله في نقاط أربع النقطة الأولى سنتعرف من خلالها على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر ورسول في نفس الوقت عندنا الآيتان التي تظهران على الشاشة أولا قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى سنحاول توظيف هذين النصين لبناء المعارف والمعاني التي سنحللها في هذا المحور الأول ما يمكن استنباطه استخراجه من هتين الآيتين أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر خلقة ومشاعر وحاجات بشرية فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنسان يأكل ويشرب يغضب يفرح يحزن يمشي في الأسواق يتزوج له علاقات مع الناس فله طبيعة بشرية إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم كونه بشرا فهو ليس كسائر البشري عليه الصلاة والسلام فهو نموذج الكمال البشري عليه الصلاة والسلام وما بلغه من كمال ومن تمام لم يبلغ أحد من العالمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبله فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الكامل وهو نموذج الكمال البشري وهذا هو المعنى الثاني الذي أردنا أن نستخلصه من هذه الآيات المعنى الثالث الوارد في الآيات ووقف الله تعالى في الآية الأولى يوحى إليه وقوله في الآية الثانية نوحي إليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من رسول الله استفاه الله تعالى واختاره ليكون حاملا لرسالته للناس كافة بل للعالمين من الإنس والجين لما توفر في النبي صلى الله عليه وسلم من خصال لم تتوفر في غيره عليه الصلاة والسلام والخلاصة الأساسية التي نخرج منها في هذه النقطة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنسان اختاره الله لحمل رسالته إلى بني جنسه حتى يكون قدوة لهم إذ لو أرسله الله من جنس آخر لكان مدخلا لرفض اتباع رسالته والاهتداء بهده تصور معي عزيزة التلميذ عزيزة التلميذة أن الله تعالى بعت لنا ملكا رسولا أو بعت لنا جنا رسولا سنقول بطبيعة الحال إن هذا الملكة أو هذا الجن قد يفعل من الأشياء ما لا نستطيع فعله ولذلك لا يمكن أن نقتدي به ولا أن نهتدي به لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو لطيف خبير عليم بطبيعتنا بعث لنا رسلا وأنبياء من جنسنا حتى يكون ذلك مدعاة لاقتدائبهم واتباعهم عليهم الصلاة والسلام وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل إن الأنبياء كلهم بدءا بآدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا عندهم طبيعة بشرية ولكن كانوا رسول الله وذلك قال الله تعالى في صورة يوسف وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ صلى الله وسلم عليهم جميعا الآن سنمر إلى النقطة الثانية المتعلقة بجانب من الجوانب التي تميز بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أخلاقه السامية الرفيعة قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق خلقه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هذه الشهادة ليس لها متيل فلم يشهد الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبيين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة وقد تبيز بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأخلاقه أخلاق عظيمة ولذلك لن تجد إنسانا مهما سمى أعظم خلقا وأسمى خلقا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعاني التي يمكن أن نصنبطها من هذه الآيات والآية التي لا علاقة بدرسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق وسامية سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها الذروة في الكمال ثم حزن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسموه شمل كل تصرفاته وجميع علاقاته ومعاملته الخاصة والعامة عزيزي المتعلم عزيزة المتعلمة قد تجد بعض الناس له خلق حسن في بعض تعاملاته مثلا في بيته أو مع أصدقائه أو مع من يعمل معه ولكن يصعب جدا أن تجد أن له أخلاق حسنة مع كل الناس في جميع التصرفات فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سامي الأخلاق في كل جوانب حياته الخاصة والعامة في علاقته مع زوجاته مع أبنائه مع أحفاده مع غير المسلمين مع الصحابة مع كل الناس في جميع المجالات ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سلوكه وفي إخلاقه يجسد لنا القرآن بشكل عملي وفي حديث آخر لأمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان قرآن يمشي على الأرض أي أن الأخلاق التي جاءت في القرآن وحتى يبرهن لنا النبي صلى الله عليه وسلم على إمكانية جسدها والعمل بها أنه أول من عمل بها وجسدها فأنت حينما ترى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كأنك ترى القرآن يمشي على رجلين عليه الصلاة والسلام النقطة التالتة التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى هي كالآتي قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من المعاني التي يمكن أن نستخلصها من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي يجب الذي يجب قلنا يجب اتباعه في كل أحواله وأقواله فهو النموذج وهو المثال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وسمه أسوة حسنة ثم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات الشرع ولوازم الإيمان فالمؤمن حقيقة بالله ورسوله هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل مجالة حياته صغيرها وكبيرها جلها ودقها عليه الصلاة والسلام المعنى الثالث هو أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآية وطريق الهدى والفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة الآية كانت واضحة قالت بأن من كان يرجو الله اليوم الآخر من يرجو السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة فعاله بالاقتداء بسيد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام باتباعه عليه الصلاة والسلام وكخلاصة لما رأينا في هذا المحور يمكن أن نقول إن تحقيق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة متوقف على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره نموذج الكمال البشري عبر تاريخ الإنسانية وهذا ليس أمر غريبا فمن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يبرهن على هذا الحب من خلال اتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآن عزيزي سنتقل إلى المحور الثاني الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى على سمو إخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة أهل بيته أول شيء نشير إليه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بسمو إخلاقي في كل منح الحياة الخاصة والعامة ومن أبرز تجلية ذلك حسن أخلاقي في تعامله مع بيته مع زوجاته ومع أولاده وأحفاده ومع من يخدمه عليه الصلاة والسلام وسنرى أولا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة هذا أمر عجيب هذا سيد الناس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الناس وسيد ولد آدم يخدم أهله يساعد زوجاته في أعمال البيت بل ورد في حديث آخر أنه كان يخلط توبه ويخصف نعله يقوم يساعد زوجاته في أعمال البيت يقوم إلى المطبخ فقليل من الناس اليوم من الرجال يعني يمكن أن يقبل أن يساعد زوجته في المطبخ أو في ترتيب أمر البيت لأنه قد يعتبر ذلك ذلة ومهانة هذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام النموذج القدوة كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يرى في ذلك حرجا بل يرى في ذلك واجبا وهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام من المعاني الأساسية التي يمكن أن نصنبطها من خلال هذا الحديث ومن خلال حديث أخرى تبين لنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أنه صلى الله عليه وسلم تميز بالوفاء بأمانة ومسؤولية الأزواج ثم كان يساعد زوجاته في أعمال البيت هو يلاعبهن ويلاطفهن وحينما رأيتم الملاعبة من القصص التي يمكن أن يريد هنا أنه صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة لا تزال صغيرة سابقها فسبقت عائشة رضي الله عنها ولما كبرت قليلا وتقل وزنها تسابق معا ثم سبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك يا عائشة فلو رأينا أحدا يسابق زوجته لقلنا إنه أصابه بعض من الحمق ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الأزواج ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ليين الجانيلي كان يتشاور وقد رأيتم أعزائي التلاميذ في درس صلح الحديبية وفتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلامتا وقد تحدثنا عن هذا الأمر في درس النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويصرح لهن بذلك وكان يصرح أن عائشة من أحب الزوجات إليه ثم كان كريم العشرة وكان يعدل بينهن ويحرص على ذلك ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصدر من زوجاته كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف قيمتي العفو والتسامح في معاملته لزوجاته رضي الله عنه وهذا ليس أمر غريبا لأن من أراد أن يحافظ على سلامة البيت وعلى استقراره لابد أن يتحلى بقيمتي العفو والتسامح وقد تحدثنا عن هذا كثيرا مع يوسف عليه السلام ومع يعقوب عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكاء السلام الآن سنتعرف على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده وحينما نقول الأولاد نقصد الأبناء والإناث معا بطبيعة الحال عندنا هنا حديث جميل من أحاديث الجميلة التي تدل على سمو إخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إذا دخلت أي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه هذا أدب عال جدا مع الإبناء يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ويقبل ابنته ويجلسها مكانه وهي تبادل نفس الاحترام فإذا كانت جالزة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقوم إليه وتقبله وتجلسه مكانها وهذا خلق رفيع جدا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المعاني التي يمكن أن نصنبطها من هذا الحديث ومن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده وأحفاده ويقدرهم كثيرا ثم كان يحرص على رعاية حقوقهم المادية المعنوية والوفاء بها ثم كان يلعبهم ويلاطفهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف المودة والرحمة في معاملته أبنائه وأحفاده كما أنه عليه الصلاة والسلام دائما كان يعفو ويسامح كما أنه كان يحزن لفراقي ابنه وهذا معروف عندنا لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وذهو إبراهيم قال إن على فراقك لمحزونون عليه الصلاة والسلام وضع أمر عادي عند الأبي النموذجي والمثالي كما رأينا عند يعقوب عليه السلام حينما بكى على فقد ولده احتى ذهب بصره عليه السلام وقد قلنا أن يعقوب عليه السلام كذلك كان يوظف نفس المنهج الذي كان يتعامل به النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فالأنبياء كلهم من مشكات واحدة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأعلىهم منزلة ومقاما عليه الصلاة والسلام إلا أننا رأينا في صورة يوسف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كذلك كان يوظف أخلاقا نبيلة في التعامل مع ابنائه الآن سنمر إلى شيء آخر وهو كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه وحينما تحدثوا عن من يخدمه في واقعنا سنفصل ذلك إن شاء الله عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقه هذا سيد الناس لم يقل لأنس وهو يخدمه أف قط كم من ناس الآن عندهم خدمون سواء كان سائقا للسيارة أو كان مكلفا بالمطبخ أو أي مهمة من المهمات التي تتعلق بمن يخدم الإنسان قد يشمه قد يضربه قد يأخذ ماله يعتدي على حقوقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل ذلك لم يرفع لا صوته ولا صوته على أي خادم كان يخدم عليه صلى الله عليه وسلم حتى كلمة أف لم يقولها لأنس رضي الله عنه بل أكثر من ذلك فأن أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لشيء صنعته لما صنعته حينما أفعل شيئا لا يقول لما صنعت هذا الشيء وهذا في دليل على أن أنس رضي الله عنه كان يحريص دائما أن يفعل ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لخدمه وتقديرهم الإحسان إليهم وإكرامهم مساعدة في أداء أعمالهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقهم ثم حفظ حقوقهم والوفاء بمسؤوليته تجاههم صلى الله عليه وسلم وكخلاصة لما سبق في هذا المحور يمكن أن نقول إن حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيته أسهم في بناء أسرة صالحة متماسكة مستقرة شكلت نواة أساسية لبناء المجتمع الإسلامي الذي عمر الأرض بالخير والصلاة ومن المعاني كذلك التي يمكن أن نخلص إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرغم إضافة إلى ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا صاطعا لكل من أراد بناء أسرة صالحة مصرحة مسهمة في بناء المجتمع وعمارة الأرض السؤال الذي طرحنا في البداية ما المنهج الذي يمكن أن نعتمده في بناء الأسرة قد وصلنا إلى جوابه علينا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلينا بالاقتداء بهديه لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة فإذا أردنا أن نبني أسرا مستقرة صالحة تسودها المودة والرحمة والطمأنينة وتسهم في صلاح المجتمع وفي بناءه علينا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام المحور الأخير هو معنوان بتجل إيمان المؤمن وقيمه في معاملته لبيته المؤمن حقا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام والمحب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يترجم هذا الإيمان وهذا الحب عمليا في أن يعامل أهله بالأخلاق التي كان يوضفها النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهل بيته فقيمك الذي عندك وإيمانك الذي عندك عزيز التلميذ عزيز التلميذة كيف تبهن عليه كيف تظهره واقعا هو أن تحسن تعاملك مع أهلك قال النبي أو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذا أردت أن تكون أفضل الناس فما عليك إلا أن تحسن تعاملك مع أهلك صلى الله عليه وسلم كنت زوجا أو كنت زوجة كنت ابنا أو كنت ابنة كنت حفيدا أو حفيدة مهما كانت منزلتك فالتعبير عن إيمانك وعن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في أن تحسن معاملتك وأن تكون أخلاقك أخلاقا حسنة في التعامل مع من هم معك داخل البيت ثم عندنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا